اجتني عدة اسئلة على الحلقة السابقة وهي واشهرها كان لون الاضاء اللي استخدمته لون الضوء 3000 ولا 4000 بعدين كيف نحنا نغير كيف هذا التوزيع تبع الانارة لو نحنا حبينا نغير اماكن المفروشات كيف راح يتناسب معه راح جاوب ان شاء الله على هالسؤالين بسم الله والصلاة والسلام وعنا رسول الله صلو على النبي كيف نحنا توزيع الانارة مركزة لو حبينا نغير مفروشات كتير ملاحظات يجد هاد ما بيناسب لو نحنا غيرنا مفروشات طبعا بالغالب اللي علق هذا التعديل ما عنده كتير فكرة بالتصميم اليوم راح اشرح لكم وين الاماكن اللي لما نحط عليها الانارة مركزة ما راح تأثر لو غيرنا مكان المفروشات وكيف انه تصميم راح يتناسب حتى لو غيرنا شوي بالمفروشات خلينا نشوف مع بعض اول شي لما نفوت من البيت مكانها الصورة هي ما له علاقة بالمفروشات ابدا فنحن ما حنحط اي كنب او اي شي بهذا المكان بعدين هذا الحيط ثابت ما راح يتأثر ابدا هذا الحيط ثابت ما راح يتأثر ابدا العمود دائما دائما الاعمدة والزوايا ومنتصف الغرف دائما اماكن اناارة مركزة ما راح تتغير فلو فرضنا انا حطيت اناارة مركزة ووجهتها على الصورة هذا العمود حتى لو حطيت تحته كناب او اي شي وبالغالب ما راح يكون فيه طيب خلينا نشوف المكان هذا لو انا حبيت انه الغرفة الطعام لهي الغرفة او العكس فباختصار شديد الاسبوتلايت اللي حيتوجه على كابلة التلفزيون راح يتغير على الكنسول راح ينحط على الكنسول هداك او ممكن انا اوجه لو فرضنا مثلا حطينا طاولة الطعام بهذا المكان فانا بدل ما اوجه هذا الاسبوتلايت على طاولة الطعام انا راح ارجع عيد وجهه ممكن وجهه على الارضية او ممكن وجهه على اي شي على الحيط او على الكنسول لما يختلف الكنسول فهي عبارة عن اعادة عملية توجيه الاسبوتلايت ونفس الشي الطاولة اللي الاسبوتلايت اللي هلأ جاية على الوردة راح ارجع عيد وجهه على طاولة الطعام بحيث انه يتناسب مع مكان طاولة الطعام فانا ما عندي مشكلة الاسبوتلايت طبعا ممكن ان اضيف اسبوتلايت بهذاك المكان لو انا حابب هاي الفكرة ولو اجينا على المكان التاني ولو اجينا على المكان التاني حنشوف انه اسبوتلايت اللي ماشي على السكة اللي ان احنا حطيناه بهذا المكان راح نحركه على السكة بالاكس هذا فيه مرونة عالية فانا حاجهه على البلانتر او النباتات واجهه على اشياء تانية فالاعادة توجيه الانارة ما فيها اي مشكلة بهذا التوزيع والنقطة الكتير اساسية انه نحن دائما لما نجي ننور الاماكن الزوايا خلانا نشوف مع بعض المخطط لو شفنا هذا المخطط مثلا دائما منقول عند العمود عند المدخل عند الزوايا منتصف الغرف هي اماكن ما لها علاقة بتوزيع الفرش لانه انا لو قلبت الكنب لهذا المكان هذا اسبوتلايت حوجهه على صور على الجدار ما عندي مشكلة او حتى لو انا فرضا هذا كان فوقي برجع بعيد توجيهه على الطاولة فهذا الاسبوتلايت او هذا التوزيع مناسب لانه عيد او غير من اماكن توزيع الفرش انا بس دائما لازم فكر كم حالة عندي انا ما اظن انه هذا الكنب هيجي بهذا الاتجاه لانه التلفزيون وين هيكون لو حتى الابتو بيجي هذا اسبوتلايت بوجهه على الطاولة وهذا اسبوتلايت بوجهه على صورة هذا اسبوتلايت بوجهه على زاوية دائما اماكن الزوايا واماكن الاعمدة واماكن مدخل البيت ما فيها تغيير هذا التوزيع مناسب تماما انه انا انقل غرفة الطعام لهذا المكان او لهذا المكان وحتى لو نقلت الكنب لهاي الجهة وانا باستبعد هذا الشي ما عندي مشكلة انه فيني ارجع حرك الاسبوتلايت فغالبا اللي مشتغل بالانارة راح يعرف يتوقع انه هي محدودية لكن اللي اختار الاجهزة المناسبة وحطها بالاماكن الصح راح يشوف انه هذا الكلام ممكن اعادة توشيهه طبعا في حلول تاني راح اذكرها ان شاء الله بالحلقات القادمة بس خلينا نشوف هلا موضوع لون الضو لون الضو انا بالنسبة الي اخترت الاربع تالاف للانارة المخفية انا من النوع الناس الي بتحب الاربع تالاف للانارة المخفية بحيس انه عطبني كأنه دايلايت من هذا المكان كأنه منضو الشمس منضو النهار بهذا المكان وبهذا المكان اخترت 3000 للسبوتلايت واخترت 2700 عند الستاير لون حتى لو كان قريب للبرتقالي بس هو جاي عن لون الستاير طبعا هذا دائما حسب انواع المواد اللي انا بستخدمها ممكن لو عندي الجدران الخشبية ممكن ااخد لون اغمى لكن هاي اللي انا استخدمتها بهذا التصميم وما في شي صح او خطأ اللي ما بيعرف خليكم على 3000 او 3000 مضمون لكن اللي بيعرف ممكن يحط لون النار المخفية مختلف عن لون السبوتلايت وإلى اللقاء بالحلقة القادمة